قَالَ مُحَمَّدٌ هُوَ بْنُ مَالِكِي أَحْمَدُ رَبِّ اللَّهَ خَيْرَ مَالِكِي مُصَلِّيًا عَلَى النَّبِيِّ الْمُصْطَفَى وَآلِهِ الْمُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفَى وَآلِهِ الْمُسْتَكْمِلِينَ الشَّرَفَى وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم اغف لنا ما قدمنا وما أخرنا وما علنا وما أسررنا اللهم زدنا علما وبارك لنا فيه وارزقنا الفهم والإفهام وارزقنا التيسير على طلبة العلم يا رب العالمين أما بعد فما زال الحديث موصولا في باب التصريف ما زلنا نركب سفينة باب التصريف وهو باب ممتع وجميل وإن شاء الله يكون ميسورا سهلا واليوم بإذن الله عز وجل نأخذ الميزان الصرفي الميزان الصرفي الميزان الصرفي وهو أمر مهم جدا جدا في معرفة أصول الكلمات وما لحقها من زوائد وهذا الميزان سنأخذه بصورة إن شاء الله ميسورة وسهلة قال النظم رحمه الله تعالى بضمن فعل قابل الأصول فيه وزن وزائد بلفظه كتفي وضاعف اللام إذا أصل بقي كراء جعفر وقاف فستقي بدأ النظم يتكلم على الميزان الصرفي فقال بضمن فعل قابل الأصول في وزن والمعنى قابل الأصول في وزن بضمن فعل يعني قابل الأصول أصول الكلمات سواء أكنت أفعالا أم أسماء قابلها بفعل وفعل هذا الفاء تقابل الأصل الأول والعين تقابل الأصل الثاني واللم تقابل الأصل الثالث وما زاد ينزل في الميزان كما هو وزائد بلفظه كتفي كل لفظ زائد ينزل بلفظه وهناك استثنات سأذكرها بعد قليل قال وضاعف اللام إذا أصل بقي طب هذا هو الأصل الثلاثي طب هب أن الكلمة ربعية الأصول قال زد لاما مثل جعفر على وزن فعلل وفستق على وزن فعلل فإذا زاد أصل فزد لاما فإذا كان الأصل ربعي زد لاما إذا خمس زد لاميني فننظر إلى شكل الميزان الصرف الجميل الذي أمامكم فعند الميزان الصرف يشبه الميزان الحقيقي فالميزان الصرفي له أيضا كفتان نضع في الأولى دائما في الميزان نضع الكيلو أو الجرامات والثان نضع الموزون صح؟ يعني عندنا ميزان واحد يحطه فيه الكيلو والثاني يحطه فيه الموزون أيضا هذا عندي ما يعادل الكيلو هو مادة فعلة مادة فعلة تعادل كلمة الكيلو أو الجرام ثم نضع الكلمات وهي تعادل الموزونات من الأطعمة والأشتباه لغير ذلك فمثلا نأتي بكلمة ناصرى تكون على وزن فعلة ففعلة ثلاثية وناصرى ثلاثية والحركات والسكانات واحدة ناصرى فعلة إذن الميزان منضبط عند جعفر تكون على وزن فعلة الأصول تقابل أصول طب صادق على وزن فاعل صادقاء هذه الأصول الثلاثة والألف الزائد ينزل في الميزان وزائد بلفظه كتفي يبقى صادق على وزن فاعل هذا هو الميزان يعني لابد أن تكون الكلمة موزونة مع الميزان الصرف وله ضوابط سآتي بعد قليل وأوضح لكم إن شاء الله ما معنى الميزان الصرفي نسمع الميزان الصرفي الميزان الصرفي الميزان الصرفي نظام دقيق وضعه علماء العربية لمعرفة أصول حروف الكلمة وترتيبها وبيان ما يطرأ عليها من تغييرات بالزيادة أو بالحذف أو باختلاف حركاتها وسكاناتها إذن الميزان الصرفي هو نظام دقيق وضع لمعرفة أصول حروف الكلمة وترتيبها وبيان ما يطرأ عليها من تغيير سواء كانت تغيير بالزيادة أو بالحذف أو باختلاف الحركات أو السكنات ما مكونات الميزان الصرفي مكونات الميزان الصرفي ثلاثة أحرف وهي الفاء والعين واللام وهذه الحروف الثلاثة تقابل أصول الكلمة مثل الشاربة على وزن فاعلة فإذا زاد أصل زدنا لاما مثل ضحرجة فاعلة ومثل سفرجلة فاعلة يأتي السؤال لماذا اختار العلماء مادة فاعلة لماذا لم يختاروا صنع أو كتب وهذا من الذكاء الذي منحهم الله إياه حفاظا على لغة القرآن الكريم هدى الله العلماء إلى اختيار مادة فاعلة لأنها تشمل كل فعل كلمة فاعلة تشمل كل فعل كاتبها فاعلة وزرع فاعلة وقرأ فاعلة فمادة فاعلة هي أشمل المواد وأعمها فكل حدث يسمى فعلا كل حدث يسمى إيه فعلا فهي شاملة لكل الكلمات وكل الأفعال ولماذا جعلوها ثلاثية ولم يقولوا فعل لا لأن الأصل في الكلام أن يكون ثلاثيا والكثير الذي يتداول بين الناس هو الكلام الثلاثي فالميزان ثلاثي لغالبة الثلاثي ثم إن الزيادة أسهل من الحذف عندما نزيد حلام أسهل من أن نحذف لا من أيضا الميزان الصرفي يضطرد فيه التغيير ويكثر في الأفعال أكثر منه في الأسماء لأن الأفعال هي مناة التصريف والتغيير في الفعل الماضي والمضالع والأمر والمفعول والصغير المشبهة والتصغير التصغير خاصة بالأسماء أقصد أن الأفعال تصر فيها كثير أكثر من من الأسماء ثم لو نظرنا في كلمة فعلة نجد أنها استوعبت المخارج الكبرى لدينا المخارج العامة خمسة كلمة فعلة أخذت مخرج الشفة الفاء من بطن الشفة مع أطراف الثناية المشرفة وأخذت العين وهي مخرج حلقي وأخذت اللام وهي مخرج لساني تخرج من اللسان فأتت بأول المخارج الشفة وبوسطها اللسان وبأقصاها وهو الحلق فاستوعبت معظم المخارج العامة فهذا من هداية الله عز وجل للنحاة في اختيار هذا الوزن أذكر بعض ضوابط الميزان الصرف الميزان الصرف كي نزن الكلمة لا بد من معرفة أصول الكلمة ومعرفة حركاتها وسكناتها يعني ضربة على وزن فعلا قفل على وزن فعل ثانيا لا بد من رصد زوائد الكلمة ونزول هذه الزوائد بلفظها في الميزان يعني ضارب على وزن فاعل تقاتل على وزن تفاعل استغفر على وزن استفعل الزائد ينزل كما هو إلا في تاء الافتعال مثل اصطابر فنقول افتعل لماذا لم تنزل الطاء كما هي لأن العلة في اصطابر تحول التاء إلى طاء وجود الصاد وهي ممتنعة في افتعل فتعود إلى أصلها وهناك من يجيز أن نقول استغفر على وزن افتعل مثل ازدهر نقول على وزن افتعل هذا هو الأصل وهناك من يقول ازدهر على وزن افدعل ومكان الأشهر والأحسن أن تقول افتعل لزوال العلة التي قلبت فيها التاء طاء أو دال من ضوابط الميزان الصرفي رصد ما في الكلمات من قلب المكان يعني كلمة مثلا نأى على وزن فعل طب ناء على وزن فلع أصلي ناء نون تقبل الفا والألف تقابل العين والهمزة تقابل العين والألف تقابل اللام ناء فعل لو شفنا كلمة ناء أتينا بالألف الأخيرة قبل الهمز فإذا أردنا أن نزل ناء نأتي باللام قبل قبل العين فتب ناء على وزن فلع هذا هو القلب المكان وسيأتي له يعني مزيد بيان من ضوابط الميزان الصرفي لابد من معرفة المحذوف من الموزون ليحذف في الميزان كما قلنا صفة على وزن علة وقلنا يد على وزن فع وقلنا عي على وزن عي أو قي على وزن عي أيضا من ضوابط الميزان الصرفي معرفة ما يدخل الميزان الصرفي يعني الميزان الصرفي لا يدخل الأسماء المبنية ولا يدخله الحروف أيضا تضعيف الأصلي المضاعف يضعف في الميزان يعني قاتله القف أصلي أو التأ أصلي أو اللام لو ضعفنا التأ قلنا قتله نضعف العين قطع فعلا إذن ما يضعف من الأصول في الميزان من الزائد يعني التضعيف يكون زائد يضعف فين أصلي واحد يقول لي شد لا شد على وزن فعلا شدد لأن هذين حرفين مضاعفان ولكنهما أصول كل واحد أصلي مستقل وليس بهما زائد فشد ومدى وهدى على وزن فعلا نأخذ أمثلة خفيفة للتلطيف ضرب على وزن فعلا وفلس على وزن فعلا وفستق الناس تقول فزدق الصحيح يقول إيه فستق على وزن إيه فعل وضارب على وزن فاعل لاحظ ضارب الحرف الزائد نزل كما هو في الميزان قال النظم رحمه الله وإن يكن الزائد ضعف أصلي فاجعل له في الوزن ما للأصلي يقول النظم إذا كان الزائد هو تضعيف الحرف الأصلي يضعف فيه في الميزان كما هو زقدتل فعلا قطع فعلا نأخذ بعض الكلمات جل بابا على وزن فعلا لا لاحظ تضعيف الباء باء وباء فعلا لا طب عندي سحنون على وزن فعلول لأن النون مضعفة نون ونون فكررنا اللامة سحنون على وزن فعلول من هو سحنون سحنون عالم كبير من علماء المالكية نعم هو أبو سعيد هو أبو سعيد عبد السلام بن سحنون التنخي القيرواني وهو من أشهر فقهاء المذهب المالكي سحنون واختلف العلماء في ضبط سحنون هناك من يقول سحنون ويقولون سحنون مثل حمدون وإذا كان سحنون مثل حمدون يقول على وزن فعلون لأن حمدون وزنها فعلون وهناك من يرجح ويقول هو بضم السين سحنون على وزن فعلول وانبان على ذلك أمور في الصرف والمنع من الصرف المهم سحنون عالم كبير من علماء المذهب المالكي ولد في القيروان وأظن ولد سنة مئة وستين من الهجرة فسحنون على وزن فعلول عند اغدودنا اغدودنا على وزن افعو على الدال مكررة كررنها ما ضعف في الموزون يضعفين في الميزان عند قطع على وزن فعلة قطع على وزن إيه؟ فعلة عند كلمة قل على وزن فل لماذا؟ لأنها أصلها قولة وحذفت الواو وهي تقابل العين فحذفت العين يبقول على وزن فل طب صفة على وزن علة لا صفة على وزن علة لأنها من الفعل واصفا طب كلمة أشياء واختلف العلماء في أشياء لأنها ممنوعة من الصرف لغير علة وواضحة فقالوا منعت من الصرف للقلب المكان وهذه مسألة فعلا محيرة وتحتاج إلى من يبحثها يقولون أشياء على وزن لفعاء لماذا؟ يقولون أنها ممنوعة من الصرف والممنوعة من الصرف ممكن يكون أخر ألف تأنيث ممدودة زي حمراء وصحراء ولا بد أن تكون الهمزة والألف زائدة فلو قلنا شي جمعها أشياء وقلنا الهمزة أصلية فلماذا منعت من الصرف فيقولون فيها قلب مكان يبقى أشياء على وزن لفعاء وبهذا تكون الألف والهمزة زائدة على الأصل ومن ثم تكون هذه الكلمة ممنوعة من الصرف ويكون السبب المانع من الصرف لكلمة أشياء هو القلب المكاني هذا من التخريج الطيب لمنع كلمة أشياء من الصرف يا أيها الذين أمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوق فلماذا منعت أشياء ما تقول لولنا الهمزة أصلية لا تمنع فمنعت للقلب المكاني في أشياء على وزن لفعاء طيب كلمة ناءة قلناها من قليل ناءة على وزن أصلها ناءة على وزن فعلا ثم قلنا ناءة على وزن فلع في قلب مكان وهذا يحتاج إلى ممارسة المعاجم وكتب اللغة لمعرفة القلب المكان ليس كل إنسان يستطيع أن يعرف القلب المكان عندي وسواس على وزن فعلا لا طب شاة وذكرناه فيما سبق شاة على وزن أنا قلت شاة أصلها شاوهات فتب فعات شاة على وزن فعات لنها شاوة فعات طب قسي جمع قوس انتبه قسي جمع قوس قوس على وزن فعل طب قسي على وزن إيه على وزن فلوع كيف أتت هذه الصورة قوس أقواس صح عندنا قسي تقدمت السين على الواو صح كده وجمعناها على فعول فأضفنا واو فعندي قسي عندي أصلها لها مراحل طبعا قسو واو واو اضغمت واو فعول في الواو الأصلية عندنا قاعدة يعني تطرفت يعني هنا وعندنا حصل قلب المهم قلبي قسي باختصار يعني في باب الصرف سنأتي لها بعد يعني فترة أن قسو أصلها قسو ثم صرت قسي فهي على وزن إيه فلوع حيث قلب هذا لا يعرف إلا بمعرفة المفرد والجمع الأصلي والتخيلات الصرفية طب كلمة ازدهر على وزن افتعل وممكن نقول إيه افتعل هذا قليل يعني قال النظيم رحمه الله وحكم بتأصيل حروف سمسيمي ونحوه والخلف في لمليمي قال هناك كلمات الفاء والعين مكررة زي وس وس واوسين واوسين سمسم سين ميم سين ميم فهل نقول السين والميم الأخيرة يعني هذه الحروف زائدة ولو حذفنا هذين الحرفين هل يصح المعنى قال وحكم بتأصيل حروف سمسيمي ونحوه مثل وس وس وزلزالة والخلف في لمليمي لم لم أمر من فعل أملامة ممكن يقول لما لو حذفنا الإيلام وكل معنى صحيح فقال لابد أن ننتبه إلى أن الرباعية مكررة العين والفاء قسمان القسم الأول إذا تكرر حرفان ولا أصل للكلمة غيرهما يعني وس وس واوسين ووسين هما حرفان هم أصل الكلمة فأقول فإن لم يفهم المعنى بسقوط الثالث يعني عند واس واس أسقط السين أقول أقول إيه واس أقول إيه واس لو حذفنا فإن لم يفهم المعنى بسقوط الثالث اللي هو الواو يقول وس أو واسسا أو واسسا فلا يفهم المعنى فإن لم يفهم المعنى يبقى كلها أصول يقول الكلمة إيه أصول يعني عندك كلمة دح خلينا كلمة مثلا عس عس لو حذفنا العين يبقى عسسا لو كان المعنى يسلم فيجوز الحذف ومن هنا أتى اجتهاد العلماء يقول عس عس يسطح نحذف العين يبقى عسسا والعس هو السير بالليل خلاص فقال إن كانت كف 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 كب 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 فحذفنا الثالث والمعنى باقي إذن هذا يحكم بزيادة هذا الثالث يبقى إذن الربعي المكرر العين والفاء على قسمين الأول إذا تكرر حرفان ولا أصل الكلمة غيرهما فإن لم يفهم المعنى بسقوط الثالث لابد أن تكون الكلمة كلها أصلي وإن فهم المعنى بسقوط الثالث نحو لم لم وكف كف فهذا ما وقع في الخلاف بعضهم يقول كلها أصول بعضهم يقول الثالث زائد وكلمة سمسم اللي ذكرها الناظم معناها السمسم بفتح السين والسين الثعلب والسمسم النمل والسمسم نبات معروف النبات السمسم نبات حول المعروف نأخذ من الرباع المكرر الذي لا يصلح ثالثه للسقوط كلمة ضمضم على وزن فعله وهو علم معروف ضمضم ضمضم الغفاري عمر بن ضمضم الغفاري أو ضمضم بن عمر الغفاري هذا الرجل هو الذي أرسله أبو سوفيان بن حرب ليستفز المشركين لمحاربة المسلمين عندما أفلتت العير من يد المسلمين وهم عائدون من الشام فذهب ضمضم الغفاري وكان إعلامياً بارعاً فجدع أنف البعير وغير رحله ومزق ثوبه اللطيمة 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 أموالكم بأيدي محمد حتى يستفز مشاعر المسلمين فضمضم الغفاري هذا ضمضم ضاد موميم ضاد موميم لو حذفنا الحرف الثالث لم يستقم المعنى فكلها أصول وكمة سمسم على وزن فعلل وهي النبات على هذا الضبط وزلزل على وزن فعلل وهي فعل مضو وسندس على وزن فعلل وهي اسم كل هذه الكلمات إذا حذفنا حرف لا يستقم المعنى فكلها إيه أصول طب تعالوا ننظر إلى الرباع المكرر العين والفاء الذي يصلح ثالثه للسقوط مثل كب 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 سنحذف اللام يبقى عندي بأس أكينة وبأمو تحركة يحدث إضغام فتقول كب فكبه على واجهه مثل كب كب فكب كب فيها هم والغون عندي كف كفة نحذف الكاف وتضغم الفأ في الفأ تب كفة فيها المعنى نفسه وعندي لم 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 أحذف اللام وتب لما وعندي دك داكه دك داكه إذا حذفنا الدال أضغمت الكاف السكينة في الكاف المتحدكة فدكه فهذا يصلح فيه الحذف يعني إذا حذفنا الثالث بقي المعنى في الكلمة فهذا وقع فيه الخلاف هل هذا الثالث زائد أم من أصول الكلمة وفي الحقيقة هذا مجال بحث العلماء في إرجاع الرباع إلى الثلاثين قال النظم رحمه الله فألف فألف أكثر من أصلين صاحب زائد بغير مين شرع الناظم هنا في بيان حروف الزياد ليحروف سألتمونيها بدأ بالألف قال فألف متى تكون زائدة فألف أكثر من أصلين صاحب والتقدير الألف إذا صاحب أكثر من حرفين أصليين فهو زائد فهو بغير مين يعني كذب بغير كذب يبقى متى تزاد الألف تزاد الألف إذا صاحبت ثلاثة أحرف فما فوق وقبل أن ندخل لهذا لابد أن نعرف حروف الزياد لم يذكرها النظم هنا حروف الزياد هي سألتمونيها حروف الزياد العشرة سألتمونيها ونقرأ في كتب الصرفيين يقول حروف الزياد اليوم تنساه وبعضهم يقول سألتمونيها وبعضهم يقول السمان أو السمان هويت السمان هويت أو هويت السمان وبعضهم يقول آتاه سليمان وبعضهم يقول لا أنسيتموه وبعضهم يقول يا أوس هل نمت المهم يجمعون هذه الكلمات في جمل متعددة وحدث حولها نوادر وذكرها بعض العلماء قال هناء وتسليم تلا يوم أنسه نهاية مسؤول أمان وتسهيل ذكرها أربع مرات يعني ذكرها أربعة مرات في البيدة هناء وتسليم هذه واحد حروف الزيادة تلا يوم أنسه اثنين نهاية مسؤول أمان وتسهيل أربع مرات ذكرها النظم في هذه الأبياد طب تعالوا نأخذ ما حدث من طرائف النحاة مع كلمة سألتمونيها سأل تلميذ شيخه عن حروف الزيادة فقال سألتمونيها الشيخ يقول الطالب إيه سألتمونيها فظن الطالب أنه لم يجيبه إحالة على ما أجبهم به من قبل فقال ما سألتك إلا هذه المرة فقال الشيخ اليوم تنساه فقال والله لا أنساه فقال قد أجبتك مرتين يعني أما سألوا قال سألتمونيه ففهم أنهم قد سألوا قبل ذلك فقال الشيخ اليوم تنساه ففهم أنه نسي فقال والله ما نسيت وقيل إن المبرد سأل المزني عنها فأنشد المزني هويت السمان فشي بنني وقد كنت قد من هويت السمان المزني قال هويت السمان فشي بنني وقد كنت قد من هويت السمان فقال أنا أسألك عن حروف الزيادة وأنت تنشدني الشعر فقال قد أجبتك مرتين هويت السمان فشأد الأولى وقد كنت قدما هويت السمان مرتين فهذا من طرأف النحوين في تيسير المعلومات للطلاب إذن محال زيادة الألف كمنصة ناظم ضابط الزيادة وهذه الضوء مهمة 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 ضابط الزيادة أن تكون الألف مصاحبة لثلاثة أصول فأكثر فإذا كانت الألف مصاحبة لثلاثة فأكثر تحكم بالزيادة مطلقا مثلا كلمة ضارب الألف زائدة أم أصلية زائدة لأنها صاحبة الثلاثة أحرف الضاد والرأو الباء كلمة قامة أصلية أم زائدة أصلية لأنها صاحبة أصلين فإذن هي قومة وقالة وباع أصلي طب تعالوا كلمة عماد الألف أصلية أم زائدة زائدة لأنها صاحبة ثلاثة أصول طب كلمة سكرى الألف زائدة أم أصلية زائدة لنا صاحبت ثلاثة أصول للسين الكفراء فقد تقع الألف بعد فائل كلمة مثل كلمة ضارب وقد تقع بعد عين الكلمة مثل كلمة عماد وقد تقع بعد لام الكلمة مثل كلمة سكرة فإذا صاحبت ثلاثة أصول فأكثر فهي زائدة قولاً واحداً قال النظيم رحمه الله وَالْيَا كَذَا وَالْوَاوِ إِنْ لَمْ يَقَعَ كَمَا هُمَا فِي يُؤْيُؤٍ وَوَعَعَ ضابط الألف هو ضابط الياء هو ضابط الواو حروف المادة الثلاثة لهم ضابط واحد فانتبه قال وَالْيَا كَذَا وَالْوَاوِ إِنْ لَمْ يَقَعَ كَمَا هُمَا فِي يُؤْيُؤٍ وَوَعَعَ هذا الاشتثناء الذي خرج به النظم قال محال زيادة الياء والواو هي أن تصاحب الياء والواو أكثر من ثلاثة أصول أو ثلاثة أصول فأكثر أن تكون الياء والواو مصاحبة لثلاثة أصول فأكثر بشرطين الأمر الأول أن لا تكون من باب سمسم في كونه ربعية متكررة زي وَسْ وَسَة وَسْ وَسَة تقول للواو هنا مصاحبة كم أصل مصاحبة ثلاثة فهي زيادة أقول لك لا هذا مستثنى التي تكون مثلا وَسْ وَسَة أَلَّا يَتَصَدَّرَ فِي الْكَلِمَةَ يُؤْيُؤْ وَوَعَ عندي يُؤْيُؤْ أصول لأنها أتت في صدر الكلمة وَوَعْ وَوَعَ الْوَوْ في صدر الكلمة نذكرنا في الألف قد تكون بعد فائل الكلمة أو بعد عين الكلمة وبعد لام الكلمة وقلنا الضابط للألف هو ضابط لمن؟ للياء والواو باستثناء أن لا تكون الكلمة الياء والواو من باب سمسم وأن لا تصدر في الكلمة نحو يُؤْيُؤْ وَوَعْ فَيُؤْيُؤْ كلُها أصول وَوَعْ كلُهَ أصول وهذا أمر يعني ينتبه لي ومن يرى الشرط الأول والثاني كلا هما واحد لأن يؤيؤ مثل وسوس ووعوع مثل زلز مثل وسوس أيضا إذن ضبط الزيادة في الياء والواو أن تكون مصاحبة لثلاثة أصول فأكثر بشرطين ألا تكون الكلم ببسمسم في كونه ربعيا متكررا وقال لا يتصدر في الكلمة نحو يؤيؤ وهو اسم طائر ووعوع فعل ماضي معنى صوتا فتعالوا بنا لإذا قلنا سيرف الياء زائدة أم أصلية سيرف الياء زائدة أم أصلية زائدة لأنها صحبت أكثر من ثلاثة أصول طب كلمة جوهر الياء زائدة أم أصلية جوهر زائدة لأنها صحبت ثلاثة أصول عندي كلمة صبور زائدة أم أصلية زائدة لأنها صحبت أكثر من ثلاثة أصول طب قتيل زائدة أم أصلية زائدة لأنها صحبت ثلاثة أصول طب عندي حذرية حذرية على وزن إيه فعلية اليأزة وإدم أصلية زائدة لأنها صحبة الحق والذال والرأ ثلاثة أصول طب ترقوة ترقوة الوزة إدم أصلية زائدة لأنها صحبة أكثر من ثلاثة أصول والترقوة هي عظم من العظام الكبار الذي يربط الزراع بالعاتق أو الكتف يعني هذه عظمة تبدأ من الزراع إلى ثغر أو إلى ثغر النحر وفي القرآن الكريم كان لا إذا بلغت التراقية وقيل من راق أهل التراقي جمع ترقوة كان لا إذا بلغت الروح التراقي أن وصلت للصدر إلى ثغرة النحر خلاص هذا يدل على الخروج من الحياة فجمع ترقوة تراقي ومعنى كلمة حذرية هي الأرض الصلبة الخشنة كلمة سوت الوو هنا أصلية ولا زائدة سوت أصلية لأنها صحبة أصلين وإحنا أشترتنا أن يكون ثلاثة طب كلمة بيت الوو هنا أصلية لنا صحبة أصلين فقط وإحنا أشترتنا أن تصاحب ثلاثة أصول أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد والرشاد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين قال محمد هو ابن مالكي أحمد رب الله خير مالكي مصليا على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفاء